اشتركوا في القناة انه تعرض للنصب من طرف زوجته ومحامية العائلة مضيفا انه اكتشف ذلك بعدما قرر التقاعد هذا واعرب عويطا انه كان يتق في زوجته طيلة مدة زواجهما وهي 37 سنة وهو ما جعله يوكلها على جميع املاكه واضاف المتحدث ان جميع امواله تم تهريبها من المغرب كما ان جميع اراضيه وعقاراته تم بيعها من قبل هذه الاخيرة وخلفت هذه الواقع مجموعة من ردود الافعال من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة باخبار الفن والمشاهير الذين عبروا عن صدمتهم من هذا الامر ولا سيما ان حياة التناء قبل طلاقهما كانت تظهر مثالية